عواد عواد ماشي بشكل جيد إلى حد كبير الفترة الماضية مع الزمالك همحبش هبقى قاسي لمجرد خطأ النهاردة همحبش هبقى محبش هبقى الفترة يعني بس أنا بابقى مستني عواد في المطشات دي ما هو حلوة إنك تلعب المطشات جيدة مع الزمالك بس المطشات الكبيرة الحاسمة دي أنا عايز يشوف حارس كبير حارس بيأمل إنه يبقى حارس منتخم مصر لكن حارس منتخم مصر في كرة عرضية في كرة سابتة ما بيقفش يتحامى تحت الثلاث خشبات بياخد خطوة واثنين ياخد قرار يطلع برة ياخد قرار إنه يترمي بسرعة لكن كرة ضعيفة وقريبة جدا من الستة يرضى وكل حق يعني ممكن كان لو واخد خطوتين يطلع يخدها بدري بدري ده واحد ما تلعش خده كرة تلعبت ضعيفة ترايض ضعيف بس عشان هو كمان هو مش على خط الجول ده كان جوه الجول وبيصدها دي مش سمات حارس كبير مع كامل الاحترام وتاني عواد عامل مطشات جيدة مع الزمالك الفترة الأخيرة مش عايز بس بقى ايه ظالم يعني بس انت اختبارك الحقيقة في مباريات زي دي طيب هتقول لي يا كريم انت عملت انتقد كل اللي كانوا بيلعبه النهاردة او معظم اللي كانوا بيلعبه مع الامل قائم والزمالك عنده فرصة الامل قائم جدا الزمالك عنده فرصة كبيرة جدا 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 انه يفوز بهذه البطولة بس هيبقى من الظلم عشان النتيجة جيدة معقولة يعني ويقدر الزمالك بهدف ياخد البطولة في القاهرة ان انا اطلع اقول لك ان كل حاجة كانت تمام النهاردة وكله كان زي الفل لا نهاردة الحظ لعب مع الزمالك وبالمناسبة من حسن الحظ ان معين الشعباني قلق الشوت التاني مع الهدف المبكر للزمالك قلق وقال لك لا احفز على الفوز فما كانتش بياخد المخاطرات الهجومية اللي كان بيعملها في الشوت الاول لا تراجع تراجع نسبيا يعني فده فد الزمالك النهاردة القاهرة في مبارات القاهرة باذن الله انا متوسم خير جدا 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 ان الزمالك يفوز بالبطولة وبالمناسبة برضو انا بلتمس للزمالك العزر وبالتمس لجوزيجو ميز العزر انه ما عندوش عمق في التشكيل عمق في القائمة اللي يقدر لو لعيب النهاردة يعني مثلا النهاردة فتوح مش في مستوى هطلعها نزل مين دونجا مش في مستوى هطلعها نزل مين سيف الجزيل وسامسون ما بقوش في مستوى هطلعها نزل مين زيزو ما مش في هطلعها نزل مين اي لعب في الزمالك هي التشكيل اللي كان بتلعب النهاردة مش في كده الراجل لحد اخي الوقت يعني لحد الديها سبعين كان بينزل نضاي بدل من سامسون مش قادر بيبص عدد كايمين وشماله كده لا مش هعمله الفارق اه لعيبة ماشي كويسة بس مش اللي هتصنع الفارق فبرضو له عزره بس بما انك انت الدنيا متكتفة معاك ما تكتفهاش زياد ما تأفورش في التفكير الاوفر كوتشينج دوت اللي احنا بتقوله دايما على بيب جورديولا ما تجيش تعمله وانت قايمة ناقصة اصلا لما بيعمله بيب جورديولا هو عنده تمالين لعيبة جهازين وحلوين ورائعين انت بتعمله ليه سامسون ماشي بشكل جيد في الدوري وانت بتلعب مع منافسين في الدوري تقدر تهاجمهم بواحد واثنين وثلاثة ويبقى عندك مشاكل في الدفاع بس تعرف تعود في الوجوم تفاصيل لكن مباراة خارج ملعبك في نهاية بطولة افريقية ما انفاش تأبدا كان ياخد النهارده جوزيجو ميز المخاطرة دي ترجمة نانسي قنقر